لماذا القروضة لا يوجد الحق في الـ Copyright؟ في هذا الفيديو سنضروا على الـ Copyright و كيف قصة القرض سوف يدفعنا نطرحه على رأسنا أسئلة وجودية و فلسفية قبل أن نبدأ الفيديو نضروا على الفرق بين الـ Copyright و الـ Drawout و الـ الـ Copyright كما قدروا نترجمه هو الحق في النشر تعتك الحق في نشر إبداع موسيقى، فيلم، مسرحية و الأكتاب حق مضمون للشخص أو الشركة لموناة العمل بحل مثلا فيلم تكون موسيقى الـ Drawout و الـ اللي نقدرون نترجمه الحق دي المبدع يعني الكاتيب المخريج الموهني ولا الملحين و اللي يعطي الحق دي الإبداع الملاه ماشي للمونتيج الفرق بين هاته هو فرق اللي جينا نشوفوه فلسفي يعني الـ Copyright بحلق الـ Team ديري جيكسر للبيزنس للأعمال للربح و الـ Drawout و الـ عنده واحد البعد شوية أخلاقي اللي عنده علاقة مع شكون هو المبدع الأصلي ولا المبدع الأول الـ Copyright كيتسعمل خصصا في دول أنجلوساكسونية منها أمريكان نجليز ولا أستراليا و الـ Drawout كينكسر في دول أوروبية و إفريقية نقدرون نشوفو هاد الـ مثلا في الحفل دي الإزاوسكار كين الجائزة دي و كين الجائزة دي و كين الجائزة دي المخرج و بيست بيكتر للجائزة دي الإوسكار كيت تعطيها المونتيج مهم اليوم هدي تشوفوا لبدا مخرجين كتلعوا مع المونتيجين لأنها كين المخرجين كي يكونوا منتجين و جاني غالما في بيست بيكتر في الإزاوسكار كيتلعوا كياع الفريق دي الفيلم ولكن هادوك الجائزة دي الإوسكار كيت تيها المونتيج و لا المونتيجين إلا شفنا شي ميهراجة نوح داخل بحل الفيستيبال دوكان فالجائزة دي الإحسن فيلم والا بالمودور كانت تعطي المخرج و هذا اعتراف المخرج أنه هو مول هادك الإبداع ولا مول هادك العمل نرجع للقرد دينا واللي اسمي تيو ناروتو كان عايش في الغابة في اندونيزيا غايدي جي واحد المصور الفوتوغرافي ديف سليتر اللي غايدي بغي ياخد صور دي لذلك القير مهم كين ما كتعرفوا الفوتوغرافي دي الحيوانات البرية رمشي عايري يجي وصور خاصتك تجي تشوف ربيراش تقلب لالبلاسا دوز واحد اسبوع انت كتحاول تلتاقص صور يولفع لك دي الحيوانات البرية باش يقدروا يديروا فيك كونفيانس و يقربوا منك المهمة دي ديف سليتر كانت هي أنه ياخد واحد صورة مقربة واحد من قروضة عايري همارك عافين قروضة هو بنأدم انقذ من الشجرة تلاح من هنا لا يمكن ان يصور تصويرها مزيانة ولا يدفلوا مهم تبرزت معهم و تبرمج مزيانة ماذا سنفعل؟ سنستعمل مع هذه القروضة ماذا يدير الحيلة؟ اضع التريبيا و اضع الكاميرا و اضع التليكوموند و قال سنجعل الكاميرا و نبعد عليها هنا القروضة سيقربوا و سنقدر نتاقد الصورة عن بعد المشكلة هذه القروضة لم يرى ديف سليتر من هذي اسبوع شافوه كوريوزيتي يعني كانوا باغين يعرفوا كيفاش تتسعمل هاد الجهاز واحد ماذاك القروضة قررت من لاباراي حط وجهه انفاس للوبجيكتيف و ورك على البوتونة و التقت هاداك السيلفي المشهور ديال نارودو بينسير الفوتوغرافة شاف تصويرها عجبته بززاف لانها كانت ناجحة وحتى القيصة اللي وراها غادي تقدر تساعده في تصويق ديال الصور ديالو اذا بدك يعود القيصة السيلفي ديال هاداك القرد فاشخرج هادا الخبار في الصحف انت الموقع ويكي ميديا اللي هو تيجمع جميع اه الصور و الفيديوهات اللي اشدت هاد الصورة ودرتها في الموقع ديالها على الاساس انها ما عندهاش لانه في تفكير ديالهم هو ان هاداك القرد هو اللي اختار الصورة وفيو كالحيوانات ما عندهمش فايقدروا يستعملوا الصورة دياله ديف سليتر غادي يتصل بيهم ويطلب منهم انهم يحيوا ذاك الصورة لانه هو اللي عنده الحقوق ديالها ويكي ميديا اللي مكتاخدش شي قرار قبل ما تشاور مع البورد ديالهم داكرو بيناتهم وقرروا بان هاداك الصورة لتقتها هاداك القرد وما غاديش تنازلوا عليها ويخلواها في الموقع ديالهم متى ما غادي تنوض واحد دعوة قدائية في ميريكان وكان ركز مزيان في ميريكان لان هادا الضيطي هادا مهم في القصة ديالنا من غير ويكي ميديا غادي تنوض بيتا اللي هي جمعية من اجل حقوق ديال الحيوان واللي غادي ترفع دعوة على صديق ديالنا سليتر لانه استعمل ولا استغل واحد العمل فني قام به القرد ناروتو وغادي تطالب بانه انه يقوم بدفع اموال من اجل هاداك المحمية اللي كيعيش فيها القرد ناروتو في اندونيزيا مهم غادي يدوزوا بزاف ديال از ابيزود في هادا الدعوة ديال المحكمة ولكن في اخر المعطاف دايف سليتر هو اللي غادي يفوز وغادي ياخد الحقوق ديال الصورة دياله السؤال اللي كيتطرح هو ان هادا الدعوة القادية دارت في ميريكان في ان كان الحق ديال الكوبي رايت واللي كما قلنا كيفافوريزي البيزنس واش كانت القيصة غادي تكون مختلفة وكانت هادا القادية ترفعات في بلاصة وحد اخرى بحل ما في اوروبا ولا في دولة بحل فرنسا مثلا ولا في دولة اوروبية واش كان غادي يكون نتيجة مختلفة والسؤال اللي بغيت نطرحه عليكم انتم اللي كتفرجوا في هادا الفيديو شنو الرأي ديالكم واش هادا القرد ناروتو خس يكون عندو الحقوق دياله على هاداك الصورة ولا هاداك الحقوق خس التعطى المنتيج اللي هو ديف سليتر اللي يجاب الباري فوتو حط هاتما وحط تريبيي ووجد جميع الكنديسيون باش ان هادا القرد يقدر ياخد هادا السيلفي جاوبوني في كومنتار وعطيوني الرأي ديالكم في هادا القصة بغيت نشكر جميع الناس اللي يالله اللي تحقوا بالقناة ديالي في اليوتيوب وشكرا مزاف على كومنتار ديالكم ولا لايك ديالكم ما تنسوش ديروا سبسكرايب لهادا القناة اللي بغيتش تشوفوا آآ الجديد دالي ما بغيتش نقولها ولكن غدي نقولها وفعلوا الجاراس